الكتاب الذي بين هدي هو الجزء الثاني من الزام الناصب للمحدث علي اليزدي الحائري الطبعة طبعة دار التوحيد بيروت لبنان أقرأ عليكم من الصفحة المائتين من خطبة البيان المعروفة أمير المؤمنين يتحدث عن أصحاب القائم صلوات الله عليه عن المجموعة القريبة عن الثلاثمائة وثلاثة عشر هكذا يقول عنهم كأنما رباهم أب واحد وأم واحدة قلوبهم مجتمعة بالمحبة والنصيحة ألا وإني لا أعرف أسماءهم وأبصارهم أنا أسأل طلاب الحوزة إذا كان المجتهدون والمراجع والفقهاء في الحوزة نوابا لصحب الزمان أليس من المفترض أن ينطبق عليهم هذا الوصف هل تعرفون إثنين من المجتهدين في حوزتكم على وفاق أليس كل واحد يطعن بالآخر إن لم يكن علنا ففي السر أليس كل واحد منهم يصنع المقالب بالآخر هل تعرفون إثنين من المجتهدين من الذين يتصدون للمرجعية هل تعرفون إثنين منهم على وفاق وإذا وجدتم فابحثوا خلف ذلك هناك طمع هناك أموال ومن دون تلك الأموال ومن دون ذلك الطمع فلن تجدوا وفاقا وإذا ما بحثتم في السر فإن الوفاق العلنية سينقلب إلى عداء حقيقي وأنتم تعرفون ذلك يا أصحاب العمائم في حوزة النجف وكربلاء حتى في داخل الأسرة الواحدة أمير المؤمنين هكذا يقول عن أصحاب القائم صلوات الله عليه الذين سيكونون نوابا له في إدارة العالم كأنما رباهم أب واحد وأم واحدة قلوبهم مجتمعة بالمحبة والنصيحة سأعود إلى هذا الكلام إنما أردت أن أقول يا أيها الشيعة إذا كنتم تريدون أن تكونوا في هذه الأسرة فابتعدوا عن هؤلاء الأغبياء وابتعدوا عنهم بقدر ما تستطيعون هؤلاء يقودونكم إلى الهلاك بقصد أو من دون قصد بقصد إذا طلعوا على الحقيقة ومن أنهم على ضلال ومن دون قصد إذا بقوا على حالهم يتمسكون بالتقاليد التي وجدوا عليها الذين سبقوهم وجدنا آباءنا على أمة ونحن سائرون على هذه الطريقة أعتقد أن الصورة صارت واضحة القاعدة واضحة إمام زماننا يريد منا أن نعمل بالرخص مثل ما نعمل بالعزائم المسافر يجب عليه أن يقصر في صلاته فإذا أتمها صلاته باطلة صلاته باطلة وتحل عليه اللعنة في وقت الصلاة لأنه ما أدى صلاة فهو خالف الإمام المعصوم صلى صلاة التمام وحكمه القاصر ويجب عليه أن يصلي ما دام في الوقت أن يصلي قصرا وإذا خرج الوقت يجب عليه القضاء ويجب عليه أن يستغفر وأن يتوب من فعله هذا لأن الله يريد أن يعبد كما هو يريد لا كما يريد العبد هذه عبادة شيطانية إبليس رفض السجود لآدم وأراد أن يسجد لله سجدة تستمر إلى آلاف السنين فإن الله لعنه وطرده لأن الله يريد أن يعبد من حيث هو يريد لا من حيث العبد يريد في شهر رمضان في شهر رمضان نسافر بالطائرات المريحة لكن يجب علينا أن نقطع الصوم الصوم في السفر ممنوع محرم بدعة لا يجوز لا يجوز صوم شهر رمضان في السفر فإن الله مثل ما يريد مننا أن نعمل بحكم صوم شهر رمضان ونحن في أوطاننا وفي صحة تام يريد مننا أن لا نصوم شهر رمضان إذا كنا مرضى وإذا كنا على سفر وإذا ما صمنا في السفر أو في المرض الذي يجب علينا أن نكون مفطرين فيه فإننا نرتكب حراما ونؤثم ويجب علينا أن نقضي تلك الأيام وهذا الصوم ما هو بطاعته وتترتب الآثار السيئة المعاكسة لملاكات تشريع الصوم علينا هذا هو الدين الدين تسليم تسليم الإسلام تسليم تسليم لمحمد وآل محمد هذا هو الدين أصحاب الحسين نالوا ما نالوا من المنزلة لأنهم سلموا لإمامه سلموا 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 عقوله سلموا قلوبه سلموا أرواحه سلموا أبدانهم سلموا كل شيء لإمام زمانهم فنالوا ما نالوا من المراتب إلى الحد الذي نخاطبهم في زياراتهم السلام عليكم يا طاهرين من الدنس هذه ما هي بطهارتهم هذه طهارة الحسين أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد فكيف لا يطهر به أنصار طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها يا حسين وطهر حرمك يا أبا عبد الله فحينما نسلم عليهم السلام عليكم يا طاهرين من الدنس يا أيها الطاهرون يا أنصار الحسين هذه ما هي طهارته هذه طهارة الكفيل طهارة الكفيل أبي عبد الله هذه طهارة الكفيل سيد الشهداء كفلهم فطهرهم فصاروا طاهرين من الدنس هكذا نسلم عليهم الأمر هو وهو مع إمام زماننا حينما نلتزم بأحكامه لتطيب ولادتكم يا شيعة ولا تخبض حينما نلتزم ونسلم سنكون طيبين لا بطيب من عندنا ولا بطيبة من عندنا بطيبة من عنده بطيب من عنده فهذا بقية الأطيبين الأطهرين هذا قائم آل محمد وهو الذي يقول لنا وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلين إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث يعني إذا دفعنا الخمس ستخبث ولادتنا قامة كبيرة أتشاهدون أتدركون أتنظرون أتفكرون أتتدبرون الدين الذي بأيدينا بالمقلوب بالمقلوب ولذا قال إمام زماننا طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هذا إنكار للأئمة وإن كنا نقول من أنهم أئمتنا لأننا لا نعمل بدينهم هذا يعني أنهم ليسوا أئمة هذا يعني أنهم ليسوا موجودين وذهبنا نعمل بدين مراجع حوزة الطوسي هلها لعنة على حوزة الطوسي من يوم تأسست وإلى هذه اللحظة وإلى يوم القيامة تبقى هذه اللعنة تتردد عليها ستنقطع هذه الحوزة ستنتهي عند ظهور إمام زماننا ستذهب إلى الجحيل صحيح أنهم سيخرجون لقتاله لكنهم سينتهون ألا لعنة على كل المراجع والعمائم التي ستخرج إلى قتال صاحب الأمر إنها عمائم نجفي وكربلاء هكذا حدثونا أئمتنا أخبرونا عن أن الآيات العظمى إنهم آيات الشيطان العظمى عن أن نواب الشيطان عن أن نواب إبليس سيخرجون بأجمعهم لقتال صاحب الأمر المشكلة ليست في الأشخاص المشكلة في المنهج هؤلاء شيعتهم لكنهم اتبعوا المنهج الأعواج فتبدلت أسماؤهم وتغيرت أجسامهم ولهذا نحن ندعو في ليلة النصف من شعبان اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي هؤلاء تبدلت أسماؤهم وتغيرت أجسامهم ومن هنا سيخرجون لقتال إمامهم حكاية خطيرة خطيرة جدا نذهب إلى فاصل ملاحظة صغيرة ألفت أنظاركم إليها يمكنكم أن تتأكدوا من هذه الملاحظة بأنفسكم هؤلاء الشكاك في أمر الوضوء والطهارة والصلاة يعيدون وضوءهم يعيدون تطهيرهم للأشياء يعيدون القراءة يعيدون الصلاة يكررون الأمور التي ترتبط بالتطهير وبالصلاة يكررونها لو راقبتموهم بدقة المرة الأخيرة التي يطمئنون لها تكون ليست صحيحة وهم يعتقدون بأنها صحيحة أنا راقبت الكثيرين منهم المرات الصحيحة تمر ويعتقدون من أنها ليست صحيحة يتوضع بشكل صحيح ويعتقد أنه لم يتوضع بشكل صحيح ويكرر الوضوء عدة مرات المرة التي هو يعتقد أنها صحيحة أنا أرى ها ليست صحيحة لقد أخطأ في الوضوء لأنها عبادة شيطانية وكذا الحال في الصلاة وكذا الحال في القراءة حين يكرر قراءة كلمة أو قراءة آية أو قراءة نص يقرأها بشكل صحيح وهو يعتقد أنها ليست صحيحة ثم يخطئ في قراءتها ويبني على القراءة الخاطئة وهو يعتقد أنها صحيحة لأنه في طاعة الشيطان الشيطان ماذا يفعل له قطعا يقوده إلى الخطأ يقوده إلى الضلال والحكاية هي الحكاية في عملية استنباط الأحكام الشرعية حينما يتركون منهج أهل البيت في الاستنباط ويذهبون يتصورون من أنهم يحققون ويراجعون في النتيجة يقعون في الاستنباط الخاطئ والأمر هو هو في التفسير والأمر هو هو في سائر المطالب العلمية هذا الأمر لا أريد أن أقول بأنه يقع في كل حالة من الأحوال لكن قطعا يقع في أغلب الأحوال يقع في أغلب الأحوال في عملية الوضوء المتكرر في عملية التطهير المتكرر للأشياء في عملية الأغسال المتكررة في عملية الصلاة المتكررة وفي عمليات الاستنباط والتحقيق وعلى أنهم يدققون ويحققون في النتيجة يقعون في مطب ضلالهم وهذه نتيجة طبيعية لأنهم يخالفون منهج العترة الطاهرة فضائحهم موجودة في كتبهم مئات ومئات من الساعات في برامج وأنا أعرض جهلهم وجهالتهم وجاهليتهم وحق الحسيني لا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفة بحرف واحد لأنني ما كذبت هذه كتبهم وهذا ضلالهم وهذا الكلام يخالف القرآن ويخالف حديث العترة ويخالف العقل السليم ويخالف الأدب العربي اللغة العربية لأنني أناقشهم بهذه الثوابت بثوابت القرآن وثوابت حديث العترة وثوابت العقل السليم وثوابت الفصاحة والبلاغة العربية مئات ومئات من الساعات بل وصلت إلى آلاف من الساعات كلها موجودة على الشبكة العنكبوتية عودوا إليها وتأكدوا منها بأنفسكم إذا أردتم أن تعرفوا حقائق دينكم فأنا لا آتي بشيء من عندي الذين يتابعون برامجي يقولون عنهم هؤلاء غزيون لو كنت آتي بالكلام من عندي فهذا الكلام صحيح لأن الكلام سيكون غزيا حينئذ كما أنسب إلى عشيرتي لكنني لا أفعل هذا أبدا أنا ناقل أنا أنقل حديثهم أنا أقرأ قرآنهم وأفسره بتفسيرهم مثلما بايعت في بيعة الغديرين إنني أحاول ألا أكون من ناقضي بيعة الغدير أخذت العبرة من الطوس والذين جاءوا من بعده لقد نقضوا بيعة الغدير وفسروا القرآن بحسب المنهج العمري فأنا لا أفسر القرآن بتفسير من عندي أنا أقرأ القرآن بحسب ما هم قالوا لي أقرأ القرآن بقراءة المصحف بقراءة حفص وأنا أعلم أنها قراءة ناصبية تخالف ما يريدون لكنهم أمروني بذلك أنا عبد مسلم مع أنني أعرف القراءة الصحيحة لأهل البيت بإمكاني أن أمسك الآن بهذا المصحف وأقرأ لكم قراءة حفص وفي الوقت نفسه أقرأ لكم قراءة العترة الطاهرة من أول الكتاب إلى آخره لأنني أحفظ الروايات والأحاديث وليس اليوم منذ عقود من الزمان بإمكاني أن أفتح المصحف أقرأ لكم بقراءة حفص التي هي قراءة المصحف وكذبا يقولون من أنها قراءة علي بن أبي طالب يقولون لكم من أن حفصا هذا روى القراءة عن عاصم بن أبي النجود وعاصم بن أبي النجود رواها عن علي بن أبي طالب كذب هذا قراءة علي بن أبي طالب أنا أعرفها وأحفظها من رواياتهم وأحاديثهم تختلف عن قراءة المصحف هذا لكن الأئمة أمرونا أن نقرأ بقراءة المصحف وأن نفسر القرآن بقراءة علي بن أبي طالب ومن هنا أنا أفسر لكم القرآن بقراءة علي بن أبي طالب لكنني أقرأ المصحف بقراءة حفص هم أمروني بذلك قالوا لنا اقرأوا القرآن كما يقرأه الناس الناس يقرؤونه في بلادنا في المشرق بقراءة حفص ولذا أنا أقرأ بقراءة حفص التي كتب بها المصحف لكنني حين أفسر القرآن بحسب تفسيره الذي بايعت عليه في بيعة الغدير إنني أفسر وفقا لقراءة علي بن أبي طالب قطعا ما وصل إلينا من قراءته ما وصل إلينا من الروايات والأحاديل أنا لا أقول من أن القراءة كاملة عندي ليست عندي أنا كشخص وإنما عندنا في أحاديثنا لكن عندنا الكثير من الأحاديث عنهم صلوات الله عليهم التي تعلمنا قراءة علي للقرآن فأخذت العبرة من هؤلاء الذين نقضوا بيعة الغدير فأنا أحاول قدر الإمكاني ألا أكون ناقضا لبيعة الغدير أقرأ القرآن بحسب قراءة حفظ هم أمروني بذلك وقالوا من أن صاحب الأمر إذا جاءكم ستغيرون القراءة سنغير القراءة حينئذ كما يريد هو أمير المؤمنين يقول يخاطب شيعة العراق شيعة العراق هم الأسوأ حظا لأنهم الأقرب إلى المرجعية أمير المؤمنين كان يقول كأني بأبناء العجم يضربون فساطيطهم حول مسجدكم هذا يعلمون أولادكم القرآن كما نزل بالقراءة الصحيحة لأن شيعة العراق لن يتعلم القرآن الصحيح لماذا المرجعية ترفض ذلك تعلمهم القرآن على طريقة النواصب قراءة وتفسيرا برامج التفسير وكتب التفسير والمؤسسات القرآنية في العراق تفسر بطريقة النواصب وتدرس بطريقة النواصب هذه هي الحقيقة وهذا النقد لبيعة الغدير الوائل والخطباء يفسرون بتفسير النواصب بخلاف تفسير العترة الطاهرة كل ارحم ارحموا ارحموا انفسكم وتعلموا شيئا من ثقافة عاشوراء من خلال هذه الحلقات اتمنى ادركوا 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 دينكم هؤلاء الذين في النجف لن ينفعوكم هؤلاء اخذوكم الى الضلال مثل ما اخذوا اجدادكم وآباءكم الى الضلال ارحموا انفسكم ذكروهم 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 بالوثيقة الديخية ما ندى اجيب الاسمان واحد قال لي ادركوا على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لن اخير بابل ما توصل للنوبة هي قال توصل اضمئنا تركبهم يعني اشي يعني تركبهم تقول لهم ذيخ والله النص عبارة واحد من الأعلى اخذوا خمس سنو فهي لا تستعجب موش درها قلنا تركب يعني خلافة اغميشيني اما تقول خلافة اغميشين جميع تبغل اخذت تقوش ذيخ تعرف ذيخ تقوش ونص عبارة كنا على تقوش وكلكم تعرفون لانه ما لتأجيب الاسم على الاسم قال تركب مثل ما تركب وآل حسين الاحاديث المهمة امامنا في الحلقات القادمة اهم الاحاديث اهم الحقائق واهم الاسرار تأتينا اعتباعا نلتقي على مودة قائم آل محمد ان شاء الله تعالى غدا وبعد غدا الحلقات الدسمة والدسمة جدا مقبلة اسألكم الدعاء جميعا في امان الله اشتركوا في القناة